النقل البحري هو أحد القطاعات التي فقدت فيها الجزائر كل سيادتها الوطنية هذا في الواقع قطاع تعتمد فيه الجزائر بشكل شبه حصرية على مالك السفن إلى جانب لتتمكن من استيراد ونقل المواد الأساسية من أجل تلبية احتياجات المجتمع يغاني قطاع النقل البحري في الجزائر من عدة صعوبات أبرزها التطور المتكامل والقيود الرئيسية التي تتعلق بالمنطقة وعدم كفية البنية التحتية للموانئ وتأخر الخدمات اللوجستية يتألف الوسطول الوطني في نهاية عام 2017 من 16 وحدة مقسمة بين 8 ناقلات و4 سفن متعددة الأغراض وسفينتي تابعة لشركة العامة سيانان وعماني وناقل بضائع وتابعة لشركة توليس الخاصة وهي شركة تابعة لمجموعة سيفيتال يبلغ متوسط وامر الوسطول للسيانان أكثر من 30 عاما أي بين 30 و35 عاما وهو ما يقابل ذلك من الإصلاح الفنية في الواقع منذ عام 2016 كانت 5 سفن فقط تعمل ويتم استخدام سفينتين نوليس بشكل ناساسي لتغطية احتياجات مجموعة سيفيتال من حيث النقل من حيث السياق يضمن الهلم الوطني أقل من 3% من حجم التجارة الخارجية للبضائع مقارنة بالحمولة الإجمالية للسلع السلبة و1.75 مقارنة بحركة الحاويات بينما يستمر تنفيذ 90% من التجارة العالمية عن طريق البحر فإن الترتيب الذي تحتفظ به أمانة الأونكتاد ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية استناداً إلى بيانات من إياشاس فير بلاي يؤكد عدم وجود الجزائر في هذا السوق المهم الذي يواجه تحديات متعددة استطعت الشركة الوطنية للملاحة CNIN من عام 1970 إلى غاية 1985 وخمسة وثمانين من الملكية الإجمالية لما يقرب من ثمانين سفينة بين ناقلات البضائع والناقلات الكيموية وناقلات الغاز والنفط متعددة الأغراث ومع ذلك لأسباب تتعلق بشكل أساس بسوء إدارة الشركة العامة كانت تطور هذا الأسطول متناسباً عكسياً مع تطور التجارة الخارجية اليوم يغطي جزء ضئيل من حركة المرور البضائع العامة ويتم تغطية جميع الشحنات المتجانسة تقريباً من خلال التأجير الذي يتم إبرامه ومراقبته بشكل أساسي من قبل المواردين الأجنب كجزء من مبيعاتهم من سيافة إلى المستوردين الجزائريين في الواقع فإن شروط ممارسة نشاط الميثاق على النحو المنصوص عليها لا يسمح القانون البحري الجزائري للمشغلين الوطنيين بتأجير السفن لنقل البضائع الواردة أو المصدرة وتنص المادة 649 المعدلة من قانون البحري الجزائري على ما يلي يمكن لأي شخص طبيعي يحمل الجنسية الجزائرية أو أي شخص اعتباري بموجب القانون الجزائري يتمتع بوضع مالك السفينة ويقول مركز نشاطه الرئيسي هو التراب الوطني لذلك لكي تكون مستأجرا يجب أن تكون مالكا للسفينة ووفقا للمادة 572 مالك السفينة هو شخص طبيعي واعتباري يدير سفينة نيابة عنه أي بصفة مالكا للسفينة ويترطب عن هذا أنه يمكن استعاب المستأجر مع مالك السفينة ويجب أن يكون المستأجر مالكا للسفينة للقيام بأنشطة الاستأجار أي تبلك السفينة بشكل هذا الشرط عقبة يواجه المستوردون الجزائريون من الجدير بالذكر أن الموانئة الجزائرية لا تتيح اغتنام الفرص التي يوفرها موقع جغرافي استراتيجية قريب من أوروبا ومن أكثر الطرق البحرية ازدحاما يجب أن يواكب تطوير النقل البحرية تحديات الغطانية المتمثلة في المنافسة والقدرة التنفسية والمساهمة في تحقيق الأهداف المتوقع قبل كل شيء من حيث التموضع التجاري الإقليمي والدولي يمثل البحر وسيلة النقل الرئيسية للتجارة الدولية مع تبت ثمانين بالمئة من الحجم العائلي الإجمالين لنقل البضائع وتعتبر هذه الموانئ خاصة سلسلة الخدمات اللوجستية التجارية مهمة في تحقيق القدرة التنفسية اقترب متوسط وردات الجزائر السنوية من ستين مليار دولار باستثناء الأوام 2006 إلى 2018 التي أدى خلالها انخفاض سعر برميل النفط إلى سياسة قيود لاستيراد دون أن ننسى الأزمة الصحية لعام 2020 التي أدت إلى انخفاض الطلب المحلي على العديد من الواردات وتقدر التكلفة الإجمالية للشحن إلى الجزائر بستة فاصل عربعة وثمانين مليار دولار إن عدم السيطرة على سوق النقل البحرية الدولي وأحيانا البحث عن سهولة الشركات خاصة تلك العاملة في القطاع العام من خلال اللجوء حصريا إلى برامل عقود بنمط السيافاء ينتج عنه عدز كبير في الواقع تدفعها للشركات فطورة النقل بالسأل الإجمالي للبضائع دون أن تكون قادرة على معرفة تكلفة النقل وأين يقوم المولد فقط بإصلاحها ويمررها إلى الشركة المستوردة وضع تقرير الممارسة أنشطة العمال الجزائرية في المرتبة 131 في ترتيب 189 بشأن سهولة التجارة عبر الحدود ونفذت هذه الدراسة من قبل ممارسة العمال التجارية وظهر عام 2014 جزائر تحتل المرتبة بعد المغرب وتونس على التولي في المركز 31 والمركز الخمسين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر